مدينة مراكش والسيد الولي ندي المراكش على الدعم ديالهم وعلى التقاة المشاركة ديالهم معنا في هذه الأنشطة اللي غاية تكون طول هذه السنة نذكر بها هي أنشطة ثقافية، تراتية، فنية، فكرية بتنصيق مع المجتمع المدني التقافي المراكشي نجاح هذه السنة التقافية إلا بإشراك المعنين بالأمر لهم المتقافين المراكشين، الفنانين المراكشين وإنما غاية تشوفوا، أجمعا عندي لبرامج إن شاء الله فإن لا تكون ناجحة مراكش بالطبع هي مدينة معروفة على السعيد الدولي ليس فقط على السعيد الوطني وهذه الأنشطة هذه vas يتكرس بالطبع التقافي اللي كنت تلعبوا مدينة مراكش هنا على السعيد الوطني وبالطبع على السعيد الدولي هي كذلك أفكار مجمعا عندي الأنشطة إن شاء الله لها رفت النجاح ديالها هذه السنة إلا الهدف من هذه الأنشطة، هذه الأنشطة اللي والسنوية كيف ما نجحنا في مدينة تطريبات مجموعة عندي الأنشطة كانوا لإقبال كبير من طرف الساكنة مدينة تطريبات نفس الشيء هنا بحال ستنابو غطوغ اللي غنجربو فيه مجموعة عندي الأشياء وبطبع اللي نجح رغل خليه بما فيهم دي ما كنت تكلمو عليها بدينها في مجموعة عندي المدن واليوم النوبش مدينة مراكش هي أن المآتف التاريخية لابد أنها تكلم مع المواطنات والمواطنين ما تكلم مع السياح وأول نشاط اللي غيكون مباشرة عشان بعد هذه الندوة جزتما هو ستن سبكتاكلي بيمون اللي غيكون على تاريخ مدينة مراكش مباشرة عشان بعد هذه الندوة وبطبع إلا عرف الإقبال المنتظر إلا وغير والي عادة عندنا هنا في مدينة مراكش وبالنسبة للمآتف التاريخية اللي كتعرف هذه المدينة قبل ما نعطي الكلمة السيد المدير فقط هذه السنة مدينة مراكش عرفاش مجموعة عندي التشجيلات مجموعة عندي العناصر لا مادية في مؤسسة ليسيسكو وبغلنا نستغل لهذه الفرصة مع السيد المدير لإعطاء نسخة من هذه العناصر المادية المراكشية لسيد نائب العمدد مدينة مراكش باش هي إهداء من ليسيسكو إلى مراكش سجيد سينمل الذي سجل طبعا ضمن لجنة التراث في العالم الإسلامي كذلك ساحة جمعتنا وحقا كان هذا وقصة فعلا أن تسجل ضمن تراث في العالم الإسلامي ترجمة نانسي قنقر